السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر والإخوة الموجودين في الخارج تحياتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل لهجات هذه المرة تسجيل تاعي خصصته حول ما يجري بين هذا المدعو أمير ديزاد وهذا المدعو سعيد بن سديرة بطبيعة الحال كان فيه بعض الإخوة اللي تصلوا بيها في وقت سابق سواء ما تعلق الأمر بهذا بن سديرة أو ما تعلق الأمر بهذا أمير وما حبيتش في البداية نتحدث في هذا الموضوع لأنه أنا هذا أمير ما نعرفوش يعني تعرف بعض المنشورات يعني من خلال المنشورات هذه اللي ينشرها وتعرفت عليه يعني مؤخرا ما كنتش نعرفه أصلا كان أول منشور شفته كان حول ناعمة صالحي هذيك وبطبيعة الحال أنا لما نحب نتحدث على شخص لازم على الأقل هو أنه الإنسان يلم بالموضوع أما بخصوص بن سديرة بن سديرة هذا كنت عرفته قبل ما نعرف هذا أمير ديزاد وهو لتصل بيه في وقت سابق حول تسجيلات اللي دار هاو اسمه كريم مولاي وكنت أجريت معه حوار وإن أنه تحدث عليه تحدث عليه وقال من أنه رحو عميلة المخابرات إذن هو تصل بيه وأنا كواحد من الناس اللي عمله للمصالحة في الجزائر مصالحة حقيقية ليست مصالحة النظام ومن الناس اللي يؤمن بكشف الحقيقة مدام رهو تحدث عليه هذا كريم ولا يقول له أنا أروح ودير معك حوار كان يقول لي في ذلك الوقت هو كان في سلطنة عمان كان يقول لي باللي ما عندوش سكايب ومن بعد بعث لي تسجيلات اكتشفت مع مرور الوقت من أنه كان يخشى الحوار المباشر وكان يخشى طرح الأسئلة لذلك هو فضل على جلبه يبعث لي تسجيلات على جلبه يمشي الرسالة كيش ما يحب هو وأنا نشرت له تسجيلات وعاودت تصل بي يا كريم ولاي قلت له إذا تحب ندير معك حوار أو تحب تدير تسجيلات نشرهم لك نشرهم لك ولكن ما دامرني أنه نعمل لكشف الحقيقة بطبيعة الحال كينا بعض الأشياء ما تكشفهاش ثم ثم لازم لها وقت خاصة في الانترنت يعني باش تكتسب انت مزداقية ويصير ويثيقوا فيك الناس وكينا بعض المعلومات اللي تجيك معلومات فيها الغث والسامين فيها المعلومات الملغمة فيها المعلومات المشوهة كذا لازم لك وقت على جلبه باش تبدأ تتصفى الأمور المهم قبل ما نبدأ في هذا الحديث حبيت باش ندير هذه المقدمة على جلبه اشتعرفوا باللي المعرفة انتاعي سطحية مايش معرفة دقيقة بهذا بن سديرة كانت قبل ما يظهر هذا أمير دي زاد هذا في الانترنت أصلا لأنه هذا بن بن سديرة هو راه يقول باللي راه إعلامي وصحفي وذوق نجيوه لبعض المسائل على جلبه باش نوضحوها ونتكلم بتحفظ ونطلب من الإخوة هو أنه يدقوا في الكلام تاعي لأنه راني نوزن في الكلام تاعي كل كلمة في المكان تاعها نتكلم بتحفظ حكينا بعض الأشياء ما زال وقتا تاعها ما نقولهاش الآن يكفي هو أن أشير إلى بعض الأشياء سواء من خلال طرح الأسئلة أو من خلال إرسال بعض الإحاءات خذيت هذا العينة هذا بن سديرة وهذا أمير عينة من المجتمع الجزائري ركما تشوفوا ذرك هذا بن سديرة وكتشوفوها من خلال الكلام وهو يختار ناس معينين يعني هذا أمير له معارض وله سياسي ويحاول يوهم الناس من أنه وراء ما عنده مشكلة مع المعارضة وذكر من بين الأشخاص محمد العربي زيتوت وشوشان وحسين هارون وسعد جبار ودخل معاهم سعيد سعيد الباز يبقى السؤال عليش دخله هو هذي ليست المرلونة اللي يذكره هو بينما لا يذكر أشخاص آخرين وينسبهم للمعارضة ومن بينهم العبد الضعيف السؤال علاش مع أنه هذا الناس اللي يتقدموا كامل واللي يذكرهم كامل العبد الضعيف هو المعارض معارض لأنه كنت عظم مؤسس في الجزائر معارض للنظام وفي حزب بينما شوشان عسكري وبينما حسين هارون عسكري وبينما سعد جبار محامي وبينما محمد العربي زيتوت راه يعتبر منشق النظام لا علينا الموضوع وليس خاص بينا ولكن حبيت باش فقط بينيكم بعض الأمور حتى باش ما ما تدلش لكم بعض الأشياء ويحاول هو أنه لأنه وراه يعمل في إطار توجيه ويستعمل في بعض الأمور لتعلق بالحرب النفسية هذا سعيد بن سديرة شكون هو هو يقدم في روحه لأساس أنه إعلامي صحة إعلامي في أي قناة راه يعمل في أي صحيفة راه يعمل في بريطانيا ما تحتوش على السابق في السابق راه كان يقول باللي تعامل في وقت ما مع الشرق وفيما بعد ما نشعرف كيف عاش في وزارة الثقافة في الوقت وين أنه كانوا يخرجوا في الناس ويطردوا فيهم يخرجوا فيهم المناصب انتاحهم يبعثوا فيهم المعتقلات وكان اللي قتلوهم وكان اللي اختطوهم هو في ذلك الوقت طلعوه عاش في الله في الوزارة انتاع الثقافة فيما بعد الآن راهوا في بريطانيا في بريطانيا على أساس واش راهوا في بريطانيا كلكم تعرفوا من أنه الإنسان لما يدخل الدولة ما في أوروبا أو في أمريكا وكذا يدخل في إطار رسمي يهل ترى هو راه متزوج ببريطانيا على جلبه هو يدخل ويعيش في بريطانيا يهل ترى راهو يدخل هو في إطار بتاع الدراسة على جلبه هو يدخل لبريطانيا وإلا مكلف بمهمة مكلف بمهمة وما دام راهو هو يخوض في الحديث حول القيد صالح وحول سعيد بوتفليقة إذن في من راهو يخدم شكونية الجهة اللي راهو تمد فيه بالمعلومات واضح من أنه راهو يعمل مع الجهة سعى المخابرات وذلك نجيو لبعض الأمور الأخرى هذا أمير دي زاد هذا هو راهو يقول باللي سننتعو باللي راهو ادخل حراك راهو يقول باللي ادخل حراك ما راهوش خافيها ذرك فقط هو راهو يخفي بعض الأشياء وبعض الناس هكذا اللي مع الأسف الشديد هو أنه ما يعرفوش هكذا ولا هكذا تغلب عليهم العاطفة وربما ينسقوا بعض المنشورات أو بعض الأمواج هكذا وسيروا غير يخلطوا برك معهم فاهمين الأمور حتى كيف ما راه هو راهو يقول باللي راهو يحراك ذرك هو راهو في فرنسا واضح من خلال المسيرات هذيك والتجمعات اللي راهو يشارك فيها مرة على مرة كان ربما في وقت سابق كان في ألمانيا راهو الآن موجود في فرنسا وراهو متنقل ما هوش في مكان ثابت بمعنى أنه ما عندوش الوثائق هنا في فرنسا ذرك مؤخرا ما سمعت هذا بزديرا هو أنه يوجه رسالة لهذا أمير ويقول له رك عند عبد الوهاب عبد الوهاب هذا اللي ما يعرفوش هذا عبد الوهاب بقزوحة راهو يعرفني ونعرفو هذا عبد الوهاب بقزوحة كان واحد من المناصرين تعجبه الإسلامية للإنقاذ في الجزائر وخرج مثل ما خرجوا الآلاف المؤلفة عايش هنا في فرنسا وقعد تقريبا حوالي عشر سنوات ما أخذش الوثائق حتى أنه أدخل السجن في فرنسا تخيلوا أكثر من عشر سنوات باش خذاء الوثائق متعو وخطفوه وبنو وهذا عبد الوهاب بقزوحة هو اللي رفع دعوة ضد خلد نزار باش تعرفو الأمور كيف ما رأى تمشي بيوجه له هو تحذير تحذير العبد الوهاب بقزوحة ويقول له باللي نجي لثم هذا إعلامي يجيه هو لفرنسا في دولة اللي عندها السيادة ويجيه هو لعبلها بهذا بقزوحة ويهدو يعني في حالة ما ما تخرجش هذا أمير رأى هو يقع لك ويقع لك ويقع لك هذا شكون وراه هذا وراه جهة سعى المخابرات وراه البطش وراه المال الفاسد شكون هم الناس هذول اللي رأى من وراه على جلبة شهو يجيه لهذا أمير والملفات هذي نتاع الفاساد هذي ونشوفه إذا كان هذا الشخص راه يغار على الشرف وراه يغار فعلا على المصلحة نتاع البلاد وراه إنسان فعلا يريد الإصلاح ويريد التطهير كيف ما راه يهدر مرة على مرة خذت هذا العين لأنه كثير من الناس لما تتحدث في بعض المواضيع يقول لك انت رك تثير في الفتنة وراك تقلب في الجراح وحتى هذا بن صديرة في وقت سابق كان يقول من أنه هذا الناس اللي راه يتحدث على المأساة في الجزائر هذا الناس كذا وكذا وكذا والآن هو وراه والآن بدأ يشبد في بعض الأشياء بدأ يشبد في بعض الأشياء ويهدد في الناس هكذا بالفلاش ديسك تاع المخابرات ودرك نجيوا للأمور واحدة بواحدة هذا دليل من أنه لمصالحة ولم يحزنون لكن احنا المصالحة اللي نحوس عليها المصالحة اللي تعتمد للحقيقة وتعتمد للعادلة وفيما بعد بعد ما تعرف الناس الحقيقة وتعرف الناس العادلة يعرفو شكون هو هذا بن صديرة ويعرفو شكون هو هذا أمير ويعرفو شكون هو المتحدث اللي رأوا يتحدث معكم ويعرفو كل الناس كل الناس تبنع للحقيقة انتها هذا بن صديرة بالاعتراف انتاعه يقول من أنه كان مزور ويفتخر من أنه زور الانتخابات ويقول من أنه كان مع الانقلاب ومع توقيف انتاع المسار الانتخابي اللي انتج عليه فساد كبير وسالت من وراءه دماء كثيرة ومازلنا إلى اليوم ما زال ما تخلصناش من هذيك تدعيات انتاع المأساة اللي في الجزائر الآلاف المؤلفة من المختطفين والآلاف المؤلفة من المغتالين والآلاف المؤلفة من اللاجئين وهذا أمير هذا لو كان جات البلاد مستقرة علاش هو يحرق يروح هو يجي اللي هنا للأوروبا ولو كان جات البلاد مستقرة علاش هذا سايد بن سدير عمره وش يخدم في صحيفة وش هو الش اللي ميزه عن باقي الصحفيين وين يبان هذا مع عامر مدني وين يبان هذا مع محفوظ بن حفري وين يبان هذا مع تجاني مريمش وين يبان هذا مع خديجة بن قنة وين يبان مع الإعلاميين الكبار هذا ظهر لما خرجت الناس خلات التلفزيون وخلات الصحف وخرجت خرجت تراحت الأجلبش تحافظ على الوص منتاحة هو وغيره من الصحفيين اللي في تلك المرحلة كان هذيك يلبي دا ينتاعوا ما كان حتى واحد يسمع به لقال فرصة هو وكثير من الناس اللي دخلوا للتلفز ودخلوا للمراكز واحد وكان راه بملئ فا كان مع الدمويين مع هذا القتالين مع هذا المجرمين وهذا من النوع اللي خاف من المصالحة الحقيقية لأن لما يعرفوه الناس يعرفوه كيف هطلع يعرفوه ببنت اللي كانوا يتنحوه من الديور وين كانوا يروحو إذن هذا بن صديرة بالاعترافات انتاعه وهذا أمير هذا بالاعترافات انتاعه وراه يقول بللي راه يحرق وراه يعيش في الخرج ذرك الآن هذه الملفات هذه انتاع الفساد اللي راه الحديث عليها ذرك هذا بن صديرة يقول بللي ما لازمش إنسان فاسد وما لازمش إنسان لقيط كيف ما راه يقول هو هو انه يتحدث عن الفساد صحيح كلام سليم وكلام منطقي لكن هل ترى هو انه تنشر وثائق تقول من انه هذا الشخص راه لقيط هذه أدلة هل ترى انتار قاضي على جلب انت تحكم وعلى جلب انت توجه الرأي العام من خلال هذا الكلام انتعك يهل ترى فعلا انت مدافع على الشرف ويهل ترى انت محارب للفساد ترى بالاعتراف انتعك تقول باللي راك مزور وراك سراق بالاعتراف انتعك راك تقول من انك راك وقفت مع هذوك الناس اللي هما الدول البلاد للمهلكة انت تحر بالفساد خلينا لك هذا امير راك وحراك والشي اللي راك يقوم به فيما يتعلق بالاعراض انا شخصيا ضده لكن هذا الشي اللي راك يقوم به هذا امير ديزاد هذا كان يقوم به محمد تمالت لماذا لم تتحدثت عنه وهو اللي كان قدامك سما في بريطانيا لماذا لم تتحدث عنه ولم تتحدث عنه تسجيلات وتحدث عنه لماذا السؤال يبقى من تروح حتى مات محمد تمالت ومن بعد بديت زعم شغل تتعاطف معاه وزعم باللي هذو جماعة انت السعيد بود فليقه ومن اللي وراء القتل انتعو مع انه هذا محمد تمالت ما يش الصور هذي اللي قتلت هو تحدث في بعض الامور ومن بينها عود وطالع المنشور تنتعو وتلقوا من انه تحدث على قضية تأت تسميم البودفليقة باللي وراء هالجهز تعم المخابرات حب بش يسموه واستعمل له هذا واسمه حافظ دراجي راء التسجيل راء مازل موجود الكتابة مازلها موجودة ومواضع واحد اخرى اذا انت هل ترى انت فعلا ركد دافع للشرف انت الناس انا شخصيا هذا محمد تمالت تحدث في الشرف تاعي وراح جاب صورة انت بنت من العائلة يعني ما يش خطي والله بنت عمي الشقيق واحدة من العائلة كتب كلمة خبابة هكذا القاس راهز حط ثم انت بنت ما لدي حتى علاقة بالموضوع وقال بلي هذي بنت وبدأ يتحدث في العرض وإلى غير ذلك حتى انت فعلا تدافع للشرف وين راه الشرف انت على الكثير من العائلات التي انته كت كثير من النساء اللي اغتصبوهم في الجزائر تتحدث انت على الشرف الالف المؤلفة من الناس اللي اغتصبوهم تتحدث انت على الشرف وفارضا هذا هذا كيف ما رك تقول انت عليه هذا راه زعم بالكلام انت انت لقيط يعني كلمة لقيط عيب في الجزائر شحال كين اللقيط في المؤسسة العسكرية من هذو اللي كانوا هما يقتلوا في عباد الله كانوا يختطفوا في هم علش ما تحدث ش علهم علش ما تحدث ش عل المجاهدين المزورين اللي عندهم لزاتي ستاسيون كومينال هذو بالالاف باعترافات هذا ولد عباس اللي كان هو في وقت سابق تعوز تعصح اللي الان راه وذوق هو على رأس يعترف باللي هذه الولادات غير الشرعية بالالاف وين راهم ذرك هذا وين راهم هذا اللقطة اللي باعتراف تعالدول وين راهم والمراكز اللي راهم موجودة في الجزائدري لهم مراكز تعني فيهم وذرك هذا زعم شغل هذا امير شغل العيب راه ذرك هو طلع لكم باللاقيط وانت الهدف انتاعك وشي هو الهدف انتاعك هو على جلب تطعن في الشي اللي راه يدير فيه وفي نفس الوقت تقول لهذا الناس اللي راه يتبع فيه اروح لك باش يجي لك انت هو اللي راه عندك الملفات انت هو اللي رك تنشر في الملفات انتاع الفساد تجيب لا فيها طابع ولا فيها اكثر راه عندك ملفات وهو جاك ملف ملفات ملفات تحدث على الفساد تحدث على الملفات تحدث على الجنيرال القيد صالح حط الملفات الفساد تحدث على الجنيرال توفيق تحدث على جبار مهنة تحدث على طرطاك تحدث على شري فوظيل تحدث على الناس اللي اللي عندهم الملفات الفاساد تحتي عليهم إذا كان فعلا انترك محارب الفاساد وأنا شخصيا حدثتك في ملف انت فاساد أنا شخصيا حدثتك في ملف انت فاساد انت عاقيد والملف راح موجود عندي ولكن فيما بعد بين أيامات يعني وصل الخبر للعاقيد هذك لكن الملف راح موجود وكان جين فعلا انت تحارب الفاساد وجيت فعلا انت رقم على الشرف تختار هذا أمير لأنه هذا واحد من عرفه في الجزائر عرفه الناس من خلال الفيسبوك ما عنده لا ماضي ولا عنده تاريخ سياسي ولا هو معارض ولا عنده ثقافة سياسية ولا على باله بالألائب تختاروا في هذك الناس الضعفاء على جل باش تخوفوا الاخرين هاو كريم مولاي هاو قدامك يخي قلت تقول باللي نروح ليه ونرفع به دعوة وكان يقول هو باللي يراه هددني بالقتل تصالحته الآن والله علش مرفعش به دعوة قضائية وعلش هو مرفعش بك دعوة قضائية والله مكلفين بمهمة في اثنين تتحدث انت على هذا زيتوت وعلى شوشان وعلى حسين هارون هل ترى الشي اللي انت قلتوا عليهم انك انت فعلا راك صادق في الكلام بتاعك لانه هذك الناس اللي راهم عايشين في بريطانيا معاك تخافوا انه يرفعوا دعوة قضائية ضدك او ربما ينوذوا لك بوغة ثم في بريطانيا تتحدث الآن انت على الفيس وتحاول هو انك تتقرب من عبدالله انس ومن ناس اخرين انا كنت نتعامل معاك بصدق كنت نتحدث معاك بصدق وهذا فقط اراها احاءات لبعض الاشياء كنت نتحدث معاك بصدق واتصلت بك في وقت سابق لما حبينا نديروا لقاء في فرنسا قلت لي انا اللي كنت سلك لي طيارة علش حبباش يقول هو هذا الشخص هذا باللي راهه لقيت وبطبيعة الحال انا مانيش اندفع للشخص هذا ماني لا ندفع ليه ولا راني ندفع للطريقة اللي راهه هو يتحدث بها انا دائما نحذر الشباب دائما نقول لهم ما لازمش تمشيوا مع الموجات لازم تتثبتوا ما لازمش اي حاجة تسمعوها ولا تقرأوها وتروحو تمشيوا معاها هذا المدعو هذا امير بعض المنشورات وفي اغلبها خطيته ما عنده لا فلاش ديسك ولا راهه مخترق للاجهزة ولا عنده علاقة قبل انترنت يعني معرفة معرفة صحيحة صور منشورة ينشروها هما ولادهم والله كذا كينين بعض الناس اللي قال ربما يولهوه قال ها هو هذاك والدفلان والله ها هو هذاك والدفلتان ويهزوها ونعطي لكم كمثال يعني كمثال من الواقع شخصيا انا انشر التسجيل في وقت سابق على هذاك المدعو اللي مسمى يروح هو الشيخ النوي هذاك اللي جاء في الفتاعة البرتي في هذاك وفيما بعد جابوه للنهار هذاك انا شخصيا حدثني وكان يسب في هذا بن فليس وفيما بعد صار في لجنة المساندة ودار اغنية عليه وانا شرط تسجيل هذا امير هز التسجيل نتاعي يعني مش قال قالوا تسجيل تاعي هزو ودار عليه الاسم نتاعو ودار في التعليق هذاك مانيش عارف كيفاها امير يقصف يقصف بالثقيل هذا الشيخ النوي والتسجيل تاعي هو يهز في صور وحتى التعاليق مرات خاطيته يهز فيهم وينشرف فيهم في الصفحة انتاعو هذا راه هو يقول باللي راه هو يحراك ذرك الهدف انتاعو من خلال هذه المنشورات مادام راه هو ما عندوش الوثايق الله اعلم ربما راه هو يحوس على رسالة انتاع تهديد انت رك تقدم له فيها يا ابن سديرة رك تقدم له في رسالة انتاع تهديد هو ربما راه هو يبحث على رسالة انتاع تهديد على جلبه اعطيه له الوثايق اما هذاك عبلوها ابو قزوحة هذاك عندو دجال الوثايق هذاك راه هو اخذى اللجوء السياسي انتاعو ولا اعتقد من انك انتا تقدر تدور في برباس وتقدر انتا تهدد عبلوها ابو قزوحة ولا غيرو ما اعتقدش بحسب المعرفة انتاعي انت الشي اللي رك تقوم به هو راه مهاجمة ناس مهاجمة ناس معينين من اجل خدمة ناس واحد اخرين هذا هو الشي اللي رك تقوم به وواضح من انك رك مكلف بمهمة هذي خدمتك واضح من انه من خلال الشي اللي كتقدم فيه عندك علاقات مع مصالح الامن مش فقط غير الجزائرية راه ربما حتى تلعى المصالح الامن انتاع بريطانيا رك متنسقه في هذا الاطار هذا انتاع ما يسمى بمكافحة الارهاب وكذا رك متنسقه مع بعضاكم وهذا ليس بجديد الشي اللي رك تقوم به هو لا علاقة له بمحاربة الفساد لانه انسان مزور وانسان فاسد ما يقدرش هو يحارب الفساد والله يحارب التزوير الناس اللي حاربوا التزوير ويحاربوا الفساد هي الاياد البيضاء اللي ما تلتخدش بالسارقة انتاع الابواب انتاع بانطلحا الناس اللي حاربوا الفساد ممش هما اللي بنو ديور بالسرقة الناس اللي حاربوا الفساد هما الناس المؤمنين ممش الغدارين وممش الخداعين الناس اللي حاربوا الفساد هما الناس اللي فعلا يبكيوا على البلاد لو كان فعلا انتا عراك من الناس اللي يبكيوا على البلاد لو كان تحدثت على الملفات انتاع الفساد انتاع نظار وانتاع توفيق وانتاع اسماعيل العماري اللي كنت تخدمه معاه وانتاع والجماعة الاخرين هو راهو ضحية ضحية انتاع مجتمع بتعبير تاعك انتاع راهو ضحية انتاع مجتمع راهو ذرك حراق هو وش حبيته انتاع وش حبيته يخرج وش حبيته يخرج حبيته هو وش يدير عوض هو انه هذا الفساد اللي انتم تسببتوا فيه هذا لو كان ذرك جا هو تربى في عائلة يا سيدي بالحديث انتاعك انتا لو كان هو تربى في عائلة نظيفة تم ذرك انتم تم راك ما تحاربوا في الفساد وين راه من الامة اللي كانوا يخطبوا في المواعد وين راه وانتي وش درتوا بهم وش درتوا بالدكاترة هذا ما عندوش مستوى ومعا ولا اطلت Melissa لا اصل لفصل وش درتوا بالدكاترة وش درتوا بالعلماء وش درتوا بالباعذين وش درتوا بالمهندسين وش درتوا بالعباقرة وش درتوا بهم خليهتون خدموا تتحدث اللي انتاذك على تلايبة مش كون هذا علموص طلاب هادا وش كون الى وصل هاداك الجمعي وش كون هذا علموص هدس يا سعديني هذا انتم انتاع الافلان وغيرهم من هذا وشكون تم اللي وصلتهم تم اللي خليتوا هذوك الدكاترة وهذوك العباقرة اللي هجروا من البلاد بوجلخة راهوا في الماركان ومليكش راهوا في الماركان وكثير من العباقرة الجزائريين اللي راهوا موجودين في أمريكا وموجودين في فرنسا وفي غيرها جاي انت ذك الان تتخذ في هذا هذا أمير كعينة من أجل المحاربة انتع الفساد ذك لو كان شفناك فعلا راك إنسان تحارب في الفساد وفعلا راه هو يتحدث في هذا الأمر هذا انتع للأعراض هذا والله قال قال السيد هذا فعلا راهوا ذك ربي راهوا يحاسب فيكم ما كانوش يدينوا في الملفات انتع الفساد ما كانوش هما يطعنوا في الشرف انتع الناس انتع المخابرات كان اللي اغتصبوهم أنا راهوا عندي تسجيل انتع واحد تصل بيا في وقت سابق ما حبيتش ننشره من بلجيكا واحد هو من الغرب الجزائري كان من اللجمع اللي انتعوا عن مدني مزراك يحكي لي إلى واحد معاه قال لي اغتصبوه مو امامو مو اغتصبوها امامو وفيما بعد قتلوه انتم تتحدثوا على الشرف شحال من واحد اغتصبوه هاو هذا كريم مولاي انتع باللسان انتعك انتو كنت تقول باللي كانوا يغتصبوه فيه على من تحدث انتع تحدث على كريم مولاي وتحدث على سويدية وتحدث على امير هذو هم العينات رك تحارب في الفساد انتع تحدث على كبار المجرمين يا سيدي ما قالوش باللي هذا على بالحج قالوا باللي ما عندوش باباه ما قالوش على احمد طالب الابراهيمي قال لنا من امير دي زاد هذا ومنش عارف سموه ما قالوش على احمد طالب الابراهيمي بانو الشيخ البشر الابراهيمي متبنيه ما قالوهاش احمد طالب الابراهيمي الدكتور واللي كان وزير خارجية في الجزائر وكان وزير تعتربية في اهد بومدين همشته ومنعتوه من نشاط سياسي وحمروش وغيرهم من الشخصيات وتجيوا الان دكتور تحكيلي انت على امير هذا راهوا ربي ذرك كيف ما كنتوا انتم تنشروا في الملفات على الناس وتبتزوا فيهم وتدخلوا فيهم الاحباس وتدخلوا فيهم للمعتقلات وكنتوا تنتهكوا في الحرومات انت على الناس ها هو ربي ذرك راهوا يسلك فيكم راهوا ذرك هذا هذا امير وغيره راهوا مذرك هم محمد تميلت وغيرهم راهوا مذرك هم الان من خلالكم كيفما يقولوا من اللي حيته بقر له هذه هي ذرك على جل باش انت جي تتخذ هذا امير هذا وتحب انت زعمة تحط في روحك من انك راكي زعمة شغل انت تدافع على اعراض تعال الناس وجب كنيف هذه راه حكيها على الناس اللي ما عندهم حتى علاقة بالموضوع اما باش تجي تخادع الناس اللي هما على بالهم بهذا النظام ما تقدرش مثل النوار النصاب ومثل مثل اللي راه مذرك موجودين في الخارج كل واحد كيفاش راهوا الموضوع اللي راهوا يتحدث فيه ومش غريب عليا اسمعت هذا امير تحدث انت على قضية انت جواز ديبلوماسي مش غريب عليا هو انك انت تاخذ جواز ديبلوماسي راه راكم في دولتكم عادي وعلا الناس اللي راه مذرك اخذوا جواز ديبلوماسي راه راك انتبه لك لا ودرك خير منهم راه عدك مستوي عليهم نورمال ملسي بنزديراء الى كان فعلا راك تحارب في الفساد خليك من هذا امير وخليك من ولده اللي بالهاج اللي مات تحدث عن اللي راه محاكمين البلاد اذا كان فعلا تريد تبرأ الظمن تاك وفقت وعرفت باللي راه مستغلوك حكينا على القضية انت ابو ذييف حكينا على القاتل الحقيق انت ابو ذييف اراك على بلك ربما را عندك معلومات حكينا على القاتل الحقيق انت عقصدي مرباح خاصة انه انك نترك تعرف تصور معاه لا تحكينا على حطاب والعيادة وهذاك طولي وهذاك بيع الجاج وهذه كنا عارفوها حكينا على الناس حكينا على العباقرة الكبار حكينا على الناس اللي قتلهم حكينا على القضية انت على المطار حكينا على القضية الاخرى صحيح هانو هذي الاسلاميين مشاركين في المأساة ولكن انت لست بارع نت واحد من الناس المتورطين في هذه المأساة نت مكشي انسان نظيف ولي واحد من الناس اللي كانوا مع هذنِ نظام هذا هذ يدعموا فيه راهو يقول بي هو انظيف الناس اللي كانوا يدعمواف هذイ النظام كانوا يدعمواف الانقلابيين كلهم يديهم مسخين لما طار له منصب طارت له منحا لما طارت له منحا دار دقت عن تأتراب دكذا 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 كلهم على حساب الآهات والأوجاع والجرح نتعى الجزائريين هذا بالنسبة لي أنا هذا أمير إنسان رأى هو يحرك رأى هو يبحث عن الوثائق نتعو نقطة الاستر هذا ما كان ما هو لمعرض وله سياسي ولهم يحزنون إذا كان فيه بعض الناس اللي ربما رأى مستغلوه جمع هكذا ربما كان منهم اللي رأى معطاولوا بعض الأشياء هكذا والله كان ربما بعض الناس اللي رأى ميت تصلوا به من أجل تصفي حسابات يتحمل مسؤولية أمام الله والله غدوة لما يقدموه المحكمة لأنه هنا في فرنسا ما يخليه وش هكذاك رأى تحت عينهم ولما يحبوه فيه ما يستنوه لساعد بن سديرا ولا ولا وسمو ولا ولا ساعد بوتفليقة لما يحبوه فيه رأى معل بالهم به وين راح رأى معل بالهم به وين راح ويمشي معل بالهم به من خلال البيس نتعى التليفون تاو رأى معل بالهم مش من جهره لما يحبوه يهزوه يهزوه رأى معل بالهم به في أي تعليق يكتبوا رأى معل بالهم مش من جهره رأى معل بالهم مش من جهره مدام هم الجزائريين رأى مع بعضهم البعض مدام هو رأى ما رأى شي يمس في فرنسا وما رأى شي يمس في المصالح انتاحة بيناتكم والله ما علاب بينهم بكم بالعكس وما رأى مدارين رجل فوق رجل ورأى من الآن رأى يسمعون في الكلام بتاعي ورأى يستغلوا فهمت ما علاب بينهم مش فيكم فضائح هذه اللي رأى موجودها ذرك على الفيسبوك نتيجاً تعالى الغلق الإعلامي اللي كان موجود في الجزائر نتيجاً تأتهميش التعطاقات هو ربي ذرك يخرج لكم هذا أمير ويخرج لكم الناس واحدة أخرين فهمت وخرج لكم عمار البيري وخرج لكم فهمت زروال اللي جنرال رأى هو في داره في باتنا وهو خرج لكم ربي عمار البيري كابران والله جندي هذه هي هذه هي بالذات ورأى هالطاقات لو كان خليته هذك الطاقات تاع حمروش ومتاع حمد طلب الإبراهيمي ومحمد صالح يحياوي وكثير من الشخصيات السياسية اللي كانت تخدم في البلاد ولكن خليته الدكات وخليته كذا لو كان ما راهو هذا المستوى اللي راكم تشوفوا فيه هذا المستوى المنحطة اللي وصلنا له هو ما صنعت أيديكم أنا لو كان لقيت ناس اللي تحدثوا في الشأن الجزائري ولقيت ناس في المستوى ما نتحدثش أنا أتحدث لما شفت بللي هذ الناس منهم اللي راهو بيع المتش ومنهم اللي راهو جابان ومنهم اللي راهو يحاوي صغير على سيتياشون تاع حمد تحدث وتحدث قبل ما تظهر انت وقبل ما يظهر هذا أمير التسجيلات راه موجودة هذه هي أعتقد هو أنه رأني أضفت لكم بعض الأشياء بطبيعة الحل كلمتعي أراه مر ولكن هذه هي الحقيقة التي أعتقدها نحن الشي اللي رأنا نؤمن به هي المصالحة الحقيقية إذا كان فيه ناس شرفاء أراه وجههم قلبهم وإذا كان فيه ناس شرفاء اللي مهمش من التخيديهم بالسارقان تع المال العام وبالفساد الأخلاقي ومستعدين باش هما يساهموا في هذا النهضة تع البلاد معلش هو أنه يكون تعاون مع هذ الناس شرفاء أما مع الناس اللي ساهموا في التزوير وساهموا في السرقة وساهموا في الدماء هذا أقل شي ديروه هو أنه يعني يستحيوا ويبعدوا من الصفوف الأمامية أما هو أنه يجوا يخطبوا على الناس في العفة يعني مثل هذه العاهرة اللي يجي تخطب في الشرف الآن الفيسبوك واليوتيوب راه أي إنسان يستطيع هو أنه يسجل باسم مستعار والله يكتب باسمه وينشر وشحب هذا ما كان نصرها نصرها تستعمل في البرامج وتدخل للوزارات وتدخل للمؤسسات نصرها تعبث بالجزائر وتعبث بالأمن انتاحة من خلال هذه التكنولوجيا الجديدة وقاعدين يلتيوا في الناس بهذا أمير وما يشعر نصرها تخطط من أجل إنشاء دولة جديدة في المنطقة نصرها تخطط من أجل إدخال الجزائر في فتنة عمياء نصرها تخطط من أجل استعباد الشعب من أجل تغيير الواجهة من أجل استمرار في الحكم نصرها تخطط من أجل يعني باش يكملوا في هذه المهمة وقاعديني قاعد سيبن سديري اللي تيفينا بأمير ديزاد والسعيد بوت في لقاء ومع لبالي شواش حب التغيير حب التغيير فعلا اضرب اضرب على الوطر الحساس حب التغيير فعلا تحدث على الشخصيات قاعد انت في وقت سابق تحكي انت على هذا الجنرال توفيق وتعرضيه وحب تدير له انت لي جنة مساندة على جلبش يترشح للانتخابات انت تحارب الفساد انت تحارب الفساد وتقول بالكلام انتعك وباللسان انتعك تقول من انه داويني بالتي هي الداء ها هو ربي داوي فيك بالتي هي الداء ها هو ها هو جاب لكم جاب لكم ناموسة كيف ما قلت انت ها هو يعذب فيكم يعذب فيكم ربي بها هذا هي ربي يعذب فيكم بالناموس انتعكم تحياتي لكل الشرافة والسلام عليكم ورحمة الله وصحة الفطوركم جميعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة